وصل مهرجان العالمين الجديدة لمحطته النهائية بعد أن انطلق في الحادي عشر من يوليو الماضي ببداية قوية ومتنوعة من الفعاليات المختلفة وجاء مهرجان العالمين الجديدة داعما للمواهب الشبابية في مختلف المدلات مهرجان العالمين الجديدة يصل لمحطته النهائية بعد أن انطلق في الحادي عشر من يوليو الماضي ببداية قوية ومتنوعة من الفعاليات المختلفة ليصل بختام أقوى بالعديد من الفعاليات التي تمت في الأسبوع الأخير من المهرجان حيث شهد المهرجان أكبر مرث للجريء بمشاركة عدد كبير من الشباب والرياضيين تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وسط أجواء حماسية وتشجيعية لخوض مسافة 6 كيلو مترات وسط الأجواء السحرة لبدينة العالمين الجديدة كما شهد الأسبوع الأخير من المهرجان ختام فعالية الموترويك لسباق السيارات بمنطقة اليو أرينا بمشاركة عدد كبير من محب سباق السيارات في مصر والوطن العربي وسط تجهيزات خاصة قدمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإقامة هذا الحدث الأكبر والفريد من نوعه وللعام الثاني على التوالي استضاف مهرجان العالمين الجديدة بطولة الجود العربية بمشاركة 10 دول عربية بإجمالي 500 لاعب ولاعبة من مختلف الأعمار وسط تألق مصري كبير في هذه البطولة حيث حصدت مصر المركز الأول في بطولة الجود للأندية وقد وجه رئيس الاتحاد العربي للجود الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على استضافة مصر لهذه البطولة ورعايته للرياضيين والرياضة بشكل عام وجاء مهرجان العالمين الجديدة داعماً للمواهب الشبابية في مختلف المجالات حيث استضاف المهرجان عرضاً مسرحياً لمسرحية عريس البحر للمخرج وليد طلعت وبطولة عدد من الشباب الموهوبين في مجال التمثيل المسرحي واستحضور جماهيري كبير وكان زوار مدينة العالمين الجديدة على موعد مع انطلاق عدد من العروض الجوية المبهرة في سماء مدينة العالمين والتي قدمها أبطال القوات الجوية ورسموا لوحات فنية استعراضية بالعديد من الطائرات من مختلف الطرازات واستحضور كبير من الزائرين الذين عبروا عن إشادتهم وفخرهم واعتزازهم بالقوات الجوية المصرية وكانت هذه العروض استعداداً لانطلاق معرض مصر الدولي للطيران والفضاء الذي سيقام بمطار العالمين الدولي من الثالث وحتى الخامس من سبتمبر المقبل ويختتم مهرجان العالمين الجديدة فعلياته بحفل كبير منتظر للفنان ويكز في منطقة اليو أرينا التي استضافت العديد من الحفلات المتنوعة منذ بداية النسخة الثانية للمهرجان الذي ولد قوياً في نسخته الأولى ليواصل التطور والتنوع لتسليط الضوء على واحدة من أهم المدن السياحية المصرية لتكون على خريطة الدول الكبرى ووجهة سياحية هامة لمصر محمود جميل التلفزيون المصري